أهلا بكم من جديد صناعة السياحة واحدة من أهم صناعات للنهوض بالاقتصاد ده نقدر نقول إنها واحد من المصادر المهمة جدا من مصادر الدخل القومي عشان كده في لجنة تم تخصصها في الحوار الوطني ضمن المحور الاقتصادي لمناقشة ملف السياحة إزاي بيتم النهوض بالسياحة وإزاي يحصل تحفيز للاستثمار السياحي اهتمام كبير من الحوار الوطني بالملف ده وده طبعا علشان يحصل جذب لأكبر عدد من السياح لمصر في الفترة اللي جاية اللي كلنا عاملين نتكلم فيها ونقول ليه إحنا عندنا كل هذه الأنواع من السياحات وبالرغب ده العدد اللي بيجي لنا من السياح مش كافي أبدا عشان كده معينا النهاردة الأستاذ حسام الجمل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هنقش معاي كيفية دعم السياحة المصرية وصياغة الخريطة السياحية لمصر أهلا وسهلا بيك وصباح الخير عليك يمكن يعني في البداية كده لو جينا قلنا منقشة ملف السياحة حاجة مهمة جدا والحوار الوطني عمل لها أولوية كبيرة في جلساته صحيح كلام حضرتك طبعا كله مظبوط احنا عارفين أن الحوار الوطني من ساعة ما انطلق كان فيه مجموعة من الترتيبات بيعملها الأمنة الفنية للحوار مع القائمين أو مجلس الأمناء بتاع الحوار وهم أقروا أنه الحوار يتقسم لثلاث محاور رئيسية هو المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي وكان المحور الاقتصادي موجود فيه مجموعة من اللجان هم 8 لجان وهو أكبر محور تقريبا يعني المحور السياسي فيه خمس لجان المحور الاجتماعي فيه ست لجان أما المحور الاقتصادي فيه 8 لجان في منهم لجنة وحدها مخصصة لفكرة السياحة والمقرر بتاعها هي الدكتورة نور علي وهي واحدة طبعا من أكبر صناع السياحة اللي موجودين في مصر فالحقيقة هو كان فيه اهتمام شديد جدا بفكرة السياحة لأنها واحدة من أهم مصادر الدخل القومي طبقا للتصريحات اللي قالتها قبل كده السيدة الوزيرة رانيا المشاط أن احنا تقريبا وصلين ما بين طبعا وزيرة السابقة أن احنا وصلين ما بين 15-17% من إجمال النتج المحلي المصر هو بيجي من صناعة السياحة فاحنا بنتكلم على تالت أكبر دخل من العملات الصعبة بتخش المصر بعد كمان مثلا تحولات المصريين في الخارج فالسياحة لها وضع مختلف لأنها هي واحدة من الأليات اللي بتبقى قاطرة ممكن تاخد السياحة المصرية وتنهض بيها بشكل كبير جدا عشان كده كان فيه اهتمام كبير جدا وكان فيه لجنة ومن أوائل اللجان اللي تمت مناقشتها في المحور الاقتصادي طيب الوضع المختلف اللي حالك بتقول عني محتاج مننا إي نعمل خريطة سياحية مثلا لمصر بحيث أن احنا نبقى قادرين نفهم وبعد ما نحدد بقى احنا عايزين نعمل إي نبتدي ندعم الفكرة ولا هنمشي بقانهي ترتيب هو أول جلسة عملت في لجنة السياحة لما تنقشت في الإسبوع الأول من إطلاق الحوار الوطني كانت إنشاء خريطة سياحية المصر فعل وكان مجموعة من الخبرى المدعوين ورؤساء الشركات والقائمين والمهتمين بالعمل العام كانوا بتكلموا على فكرة إزاي عمل خريطة سياحية المصر جديدة غير فكرة الخريطة الشاطئية إنه الناس كلها كانت بتتكلم عليه عارفين نوعين أو هما الأقرب لنا دايما يا سياحة شاطئية يا أثار بالضبط وهي الشاطئية طبعا أكبر لأنه سياحة الأثار بتعتمد على السياحة المثقف أكتر واللي هو يعني ديبقى نسبة وجوده في مصر أقل من وجود السياحة الشاطئية والحقيقة الناس اتكلمت على وضع خريطة كبيرة جدا لأن احنا مثلا عندنا سياحة بتاعت مثلا مؤتمرات بنتكلم على سياحة تسوق بنتكلم على سياحة علاجية بنتكلم على سياحة الإخوت بنتكلم على مجموعة كبيرة جدا من أنواع السياحة صحراوية طبعا وصياحة الصحراوية والتخيم وكل الحاجات دي ممكن تحصل في مصر وخصوصا أن احنا عندنا جو مختلف تماما عن كل حتى في الدنيا جو طول السنة تقريبا مميز وقدر الناس تبقى بتمارس في كل أنشطة السياحية فالحقيقة كمية مقترحات اتقدمت في اللجنة كانت كبيرة جدا علشان أن احنا نعيد صياغة الخريطة السياحية المصرية وكان من ضمنها وقاء همها أن احنا نعيد صياغة الخريطة السياحية الخاصة بسياحة الفرد مصر مش متميزة أو في خيارة سياحة الفرد هو دايما سياحة المجموعات شركات السياحية بتبعت لنا مجموعات طيارة على بعضها وطيجي بتقعد أسبوع وطيجات شارتر فكرة أنه سائح فرد يفكر الرينز اللي يعمل سياحة في مصر دي بتبقى وليلة جدا نتيجة لأنه في فقر شوية في المعلومات لدى السائح هو إزاي هيتحرك من المطار للأوتيل إزاي هيروح يحجز تذكارة متحف إزاي هيتحرك من المتحف علشان يروح مثلا المول الفلاني إيه المطاعم اللي ممكن يمشي فيها بس إحنا كان عندنا المشكلة دي حقيقية يعني خلينا برضو نقول إنه عشان نقدر نحل مشاكلنا نعرف نقول إيه هي مشاكلنا بمنتهى الصراحة إحنا فعلا كان عندنا يعني إحنا كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في إنه السائح مش هيقدر يركب غير عربية خاصة أي حاجة بياخدها بأكتر من سعر حسب كل الوضع اختلف تماما مع شبكة الموصلات اللي بقت موجودة مع الطرق اللي بقت موجودة مع الويب سايت اللي بقت موجودة أعتقد الوضع بقى أسهل وممكن يكون جادب أكتر بقى أسهل ومحتاجين فيه مجموعة من المعلومات وفكرة الويب سايت حارة تكلمي عليها دي كانت فكرة دلوقتي اتطرحت في الحوار الوطني إنه يتم عمل موقع إلكتروني وزارة السياحة أعتقد أنها شغالة فيه دلوقتي وهو هيتم تنشيته في الفترة القريبة ينزل المطار ومن قبل ما ييجي المطار من ساعة ما بيبدأ الحجز إيه القتلات اللي ممكن يحجز فيها النجوم بتاعتها الأسعار المتاحة إزاي يقدر يحجز فيها إزاي يقدر يدخل ويركب المواصلات كل أنواع المواصلات من أول الليموزين لحد المواصلات العامة إزاي حتى يقدر يقيم تجربته بعد ما يمشي يعني إزاي يقدر يقيم وإزاي يقدم منظومة شكاوي محترفة وهنا كانت فكرة الحوار الوطني في أنه ده يبقى بيعمله مجموعة من رواد الأعمال وليس الحكومة لأنه المشكلة مش في إطلاق الموقع الالكتروني المشكلة في تشغيله ومتابعته تشغيل الموقع الإلكتروني ومتابعته بيحتاج أي دعاملة كبيرة جدا وقوة بشرية جدا هيبقى صعب على الحكومة تعينها وتوظفها في الوضع الحالي إنما لو أطلقنا ده لمجموعة من رواد الأعمال ومجموعة من الشركات الخاصة اللي بيأقودها مجموعة من الشباب إنه تقدر تعمل حاجة محترفة وتبقى طبعا بالتواصل مع وزارة السياحة لكن تبقى بتقودها القطاع الخاص وده تدعيمة لفكرة ريادية الأعمال وفي نفسها تدعيمة لفكرة السياحة نفسها إنه كل المعلومات اللي عايزها السياحة هتبقى متاحة قدامه وكمان يقدر يشتكي وترد على الشاكور بتاعته في خلال أقل من 10 ساعة و12 ساعة وكمان يقدر يقيم التجربة ويرشح ده لناس تانينين يعني فكرة إنه هو يرشح لزميله ولأ روحه مصر فنبقى بنستغل الموقع ده كمان لفكرة التسويق وده كانت فكرة مطروحة وورقة عمل قدمتها التنسئية من خلال العمل في ورشة عمل السياحة مقدمة طبعا عندنا حاجة مهمة جدا إحنا كمان أطلقناها في التنسقية هو إحياء مصار العائلة المقدسة إحنا بنحتفل دلوقتي بالموضوع بتاع إحياء مصار العائلة المقدسة وعندنا طبعا أمين سر التنسئية نائبة سوها سعيد هي وكيل لجنة السياحة في مجلس الشيوخ والحقيقة أطلقت مبادرة لإحياء مصار العائلة المقدسة وقدمت دراسة دراسة كاملة ومكتوبة وتمت مناقشتها جوا مجلس الشيوخ والحقيقة تمت الموافقة عليها والمفروض إن إحنا قدمنا في الدراسة دي كل الآليات اللي ممكن تخلي إحياء المصار ده متاح لكل الناس وخصوصا إنه إحنا أطلقنا كمان في الحوار الوطني إنه ده نوع من أنواع السياحة مش موجود في حتة العائلة هو موجود في مصر بس فنقدر نستغله إنه يبقى حج لكل المسيحيين على مستوى العالم بشكل محترف جدا ونقدر نوفر صوبه للأمان والإقامة والانتقالات بشكل جبير جدا والحقيقة دي كانت مبادرة قوية جدا يعني أطلقتها التنسيقات إحنا بنستهدف مين أو بنطرجت مين من السياح بنطرجت حد جاي بس يقيم في الفنادق الخمس نجوم ولا إحنا بنستهدف لأنه يمكن عشان سعر العملة يعني ده يساعده ولا بنستهدف الباكباكرز اللي هما بيسافروا صغيرين في السن وخفافة في الحركة بيتحركوا بحاجات قليلة بنستهدف إن إحنا نكتذب طلاب ييجوا يدخلوا إحنا عندنا جامعات مصروفة عليها أرقام كبيرة جدا في العاصمة الإدارية وعندنا شركات كبيرة جدا هل نقدر نعمل كل ده أو نكتذب كل ده ده المحور الثالث والرابع عندنا في المبادرة اللي قدمتها التنسيقات في ورات العملة غريبا قاعدة معاكم في المبادرة المحور الثالث بيتكلم على إعادة تأهيل الفنادق اللي هي غير مصنفة اللي موجودة عندنا في وسط البلد نتعرف في وسط البلد عندنا المبادرة فنادق كبيرة جدا سواء في القاهرة أو في اسكندرية أو في اللؤسرة أو في أسوان أو ما شابه ذلك فإحنا بنتكلم على إعادة التأهيل عن ضريق برنامج مخصص للموضوع ده بحيث إن إحنا هنبقى بنتعامل مع وزارة السياحة إيه الاشتراطات اللي أنتوا عايزينها في الفنادق الصغيرة فهيحطوا مجموعة من الاشتراطات هيحطها مهندس استشاري هيبتدي يشرف إنه إعادة التأهيل دي من خلال قروض ميسرة من خلال صندوق دعم المشاهد هل نسع الفنادق ولا بندخل معنا كمان بيوت الشباب وبندخل معنا كمان بيوت الشباب للطلاب وده المحور الرابع المحور التالت هو فكرة الفنادق المصنفة تمع وزارة السياحة وليحنا بنتكلم أنها ممكن تبقى نجمتين أو ما شابه ذلك علشان الناس اللي هم سياحة الفرد زي ما حاجت بتقولي وكمان يتم الإعلان عنها على مواقع الحجز مواقع الحجز العالمية أو حتى الموقع الإلكتروني اللي هيطلق منه وزارة السياحة المصرية إنه نستطيع تحجز فيه وبالتالي يبقى مؤمن والناس تبقى عارفة أنها ممكن تنزل فيه فده احنا بنستهدف فيه سياحة الفرد وهنبقى بندي أو بنعمل بروتوكولات للتعاون مع صندوق دعم المشروعات الصغيرة إنه يدي كرود للفنادق دي علشان تجدد وتعيد التأهيل وبالتالي تبقى موجودة على المنظومة السياحية المحور الرابع كان بيتكلم على سياحة الطلاب إحنا عندنا في مصر حاجتين عندنا جمعية بيوت الشباب المصرية وعندنا بيوت الشباب أو مدن الشبابية اللي تابعة لوزارة الشباب والحقيقة برضو إحنا عملنا فكرة إنه الكلام ده كله يتحط على الويب سايت ونقدر نحجزه ويبني إنه الإتاحة بتاعته وإنه الطلاب بتاخد فيه تغفضات يوصل لـ 50% طالما هو طالب ومعاكرة بتاع الجامعة بتاعته اللي موجودة في أي حتة في العالم أو المدرسة مهم إنه طالب يعني مثل في النظر أو في الجامعة أو في المدرسة لا يقدر إنه هو يبقى موجود في مصر وياخد حجوزات في بيوت الشباب أو المدن الشبابية اللي تابعة لوزارة الشباب وهي على فكرة على أعلى مستوى يعني عندنا مدن شباب موجودة في اللقصر وعندنا في أسوان والغرداء وشرم الشيخ وإسكندرية أو حتى في القاهرة عندنا مدن شبابية على أعلى مستوى إسماعالية عندنا بيوت شباب ومدينة شبابية كبيرة جدا وكلها مجهزة بالملاعب وبالغرف وبالحمامات السباحة وقريبة على فكرة من المدن يعني سهولة الوصول والتواصل معها بشكل كبير جدا وجود مواصلات لها أعتقد ده برضو ممكن يأسر جدا طبعا وجود مواصلات ودي هي أصلا حتى معمولة قريبة يعني من ساعة ما تم إنشاءها وعادة تأهلها وهي موجودة بالشكل ده والناس تقدر تستفيد منها بس الفكرة أنه ما بيتمش الإعلان عنها فإحنا فكرنا أنه ده يبقى فرع من السياحة الطلبية زي محرارك بتقولي أنه الناس تقدر تيجي وتبص وتشوف وفي نفس الوقت كمان تدرس يعني لو جيه وقعد وقدمنا له المنح الدراسية وإزاي بقى بيأخذ عندنا شهدات بشكل معين وتسهيل التقديم في الجامعات وفي المدارس وفي المركز الاحسين ممكن مؤتمرات الشباب اللي حصلت فيه الفترة اللي فاتت فيه شرم الشيخة ممكن تكون ده سفير يعني جيد جدا لإجتزاب الشباب وإن الشباب اللي جات وحضرت وشافت وعاشت تقدر تسافر وتتكلم عننا صحيح المنتدى الشباب طبعا كان له أثر كبير جدا على الشباب في العالم كله وعلى السياحة الشبابية أو السياحة الطلبية وهما شافوا مصر وحتى كمان مؤتمر المناخ اللي حصل في مصر السنة اللي فاتت طبعا أثر معانا بشكل كبير جدا لأنه الناس بدأت تشوف مصر بشكل مختلف كمية التكنولوجيا اللي اتعاملت في مؤتمر المناخ الطريقة اللي اتعاملت فيها كل الناس اللي موجودة من ديوف مصر اللي كانوا موجودين في شرم الشيخ سهولة المواصلات اللي كانت موجودة التعامل الحرفي مع التوافض في المطار سواء في الوصول أو في المغادرة التسكين القاعات الترجمة اللي كانت موجودة الحقيقة المعلومات اللي كانت متاحة مركز الصحفي كل الحاجات دي خلت الحقيقة الوضع مختلف تماما واحنا عندنا في 2022 احنا بنتكلم على 11.7 مليون سائح احنا قربنا من الرقم اللي احنا حققناه في 2010 يعنيها 2010 كنا بنتكلم في 14.5 مليون وده كان اكبر نسبة حصلت في مصر من وفود السياحة السنة الفاتح 11.7 مليون طبعا ما انتعارفها مع مشكلة كورونا اللي حصلت والمشاكل اللي كانت موجودة والحرب الروسية الاوكرانية فاحنا بنتخيل انه حتى وزارة السياحة اطلقت مبادرة انه 20-30-30 مليون سائح موجودين في مصر فاحنا بنتكلم على طبعا ازدياد في عدد السياحة اللي موجودة في مصر بشكل يكون كبير جدا في الفترة اللي جاي بيبقى في حصص للدول في نسبة عدد السياح اللي بيروح احنا دول شبهنا بتطل على نفس السواحل او مش على نفس السواحل على ساحل من السواحل لان احنا عندنا اشكال مختلفة او انواع مختلفة من السواحل اللي بنتطل عليها بتاخد حصص قد تكون اعلى ازاي نقدر نزود حصة مصر بحيث ان احنا نكتذب ناس جديدة ونقدر نعمل دعاية للي موجودة عندنا حكتين رقم واحد احنا لازم عندنا نتوفر معلومات الدولة حدوبة الكلمة عندنا عندنا نتوفر معلومات لو دخلت على شبكة دولية هتقدر تقولي والله انا احجز في القتل الفلاني الاسعار موجودة انا مؤمن بوزارة السياحة اللي موجودة او القائمين على العمل السياحي اللي موجودين في الدولة دي ازاي اقدر اركب المواصلات لو دخلت على جوجل اقدر اقول انا هركب بكزا واعمل كزا اعمل خطة كاملة للمشروع بتاعي او لفكرة الرحلة ان انا هعملها وبالتالي داي يوصلني لان اقدر اعمل بودجت انا اقدر اسافر ولا ما اقدرش اسافر المعلومات دي مش متاحة عندنا بقدر كافي يعني بشكل كافي وبشكل مؤسر فاحنا محتاجين يبعندنا دايما المعلومات للسياحة ويقدر يروح منين لفين وايه اللي ممكن يزوره وكزا الحاجة التانية انه احنا لازم يكون عندنا شكل جديد من السياحة سياحة التسوق مثلا مش موجودة في مصر كان عندنا زمان وآهرجان تسوق وبطلب محتاجين نرجعه محتاجين نرجع سياحة المؤتمرات والحفلات والحاجات دي محتاجات تبقى موجودة عندنا محتاجين كمان مهتم باشكال جديدة من السياحة وده كان البند خامسة بقى ان احنا بنتكلم على انه مثلا عندنا فلو قصر فيه منطاد ليه فلو قصر بس؟ لندينا مجموعة جميلة من المدن السياحيةännves مكنتطنة في مصر لماذا لندينا في اطلق فتشارسم الشيكي لماذا لندينا في سيوة للقاهرة في الهرم ل Twitch distan sätt ولمصل بكاته وذلك فكرة من النساء من ذلك هو ولمنزل إنه الناس تركبه وتروح للمقطع الفرانية وتنزل وترجع تركبه تاني فيبقى بيلف بيها القاميرا كلها بزرط ويبقى بيدفع برضي تمنوا اونلاين وبالعملة الصعبة ومعندناش يبقى فيه ومؤمن ومعروف وفيه لغات كتيرة جدا بمجرد إنه يبقى فيه تور جايد وبيبقى فيه يمكن خدمة واي فاي متاحة للسائع كل حاجة يبقى وفي نفس الوقت إطلاق هذه الأوتوبيسات مرهون بفكرة ريادة الأعمال وليس الحكومة وده اللي احنا مركزين عليه في التنسيقية إنه احنا بنتكلم دايما عايزين ريادة أعمال دايما القطاع الخاص ودايما ريادة الأعمال بتقودها مجموعة من الشباب وأفكار ابتكارية علشان نقدر ننشئ شكل جديد من الاقتصاد شكل جديد من فكرة التطوير شكل جديد من التشغيل إنه احنا نبقى تحت عباقة الحكومة كرقابة وكتنفيذ إنما الأصحاب بتوع الفكرة والممولين هم لازم يكونوا من شباب ريادة العمال فدي مجموعة جديدة من أشكال السياحة اللي احنا كنا بنترحها طبعا بجانب سياحة الإخوت سياحة الإخوت احنا مقدمين فيها بحث كبير جدا وبرده النقيبة سؤال سعيد الحقيقة عاملة فيه مجهود كبير جدا 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 وتكلمت مباشرة في الحوار الوطني مع الأستاذة غدا شلبي مساعد وزير السياحة وكانت موجودة معنا في الحوار والحقيقة الموضوع محتاج تعديلات بس في التنفيذ احنا عندنا اللواح شوية وقت يعني وقت على ما الناس تقدر تاخد ترخيص عشان تخش باليخوت بتاعيات السياحة المصرية واحنا أطلقنا مبادرة انه تعمل ويب سايت يتاخد عليه الترخيص من قبل ما الناس توصل بحيث نصرع الموضوع في خلال 24 ساعة وبرده المبادرة تحت الدراسة دلوقتي علشان نقدر نرسخ مجموعة من المقومات والقليات السياحية جديدة سياحة الترانزيت في دول قائمة او مش هنقدر نقول قائمة لكن في دول عندها مساحة كبيرة جدا من ان التيران بيعدي بيها بتقعد في المكان 12 ساعة 24 ساعة الناس بتتعرف على البلد وتشوف وده بيكتذب ان الناس هتروح بعد كده تبقى الوجهة السياحية بتاعتها هي البلد احنا ما عندناش لا اولا شكلك قريتي الورقة بتاعتنا او حد صربها لبسك تمامي احنا عندنا ورده 96 ساعة من قدرة 96 ساعة انت تبقى موجود على ارض مصر 96 ساعة تقدر تاخد الي هم الاربع ايام يعني تقدر تاخد تأشيرة لو انت حاجز على الناقل الوطني مصر يعني لو انت حاجزة تزكارة على مصر التيران من اي وجهة في العالم وحاجزة الزهيب والعودة على مصر التيران في خلال الاربع تيام المفروض ان انت تحصولي على تأشيرة الدخول الاراضي المصري من اي من مميطارتها والخروج من اي من مميطارتها بطي أنا ممكن أن تدخلي من الأسرة و تخرجي من القاهرة تدخلي من القاهرة و تخرجي من برج العربة على حسب ما السائح يبقى و بيأخذ التأشيرة بمجرد أنه يحجز يقدم على مصر التيران الويب ساي بتاع مصر التيران بيتحلو فكرة أنه يبقى مع تأشير الدخول الفكرة هنا أنه طبعاً بيبقى فيه بعض الاستعلامات الأمنية بعض الناس التي تبقى عليها مشاكل و مشابه ذلك بيتم التعامل عليها دلوقتي هو إزاي نقدر نحل الموضوع ده أو إزاي نقدر نتعامل مع الموضوع ده إنما فكرة سياحة الترانزيل دي فكرة مهمة جداً و كمان هي بتعتبر تسويق للنقل الوطني يعني أي حد يحجز على مصر التيران خلص هي بقى بيأخذ الموضوع الحاجة الثانية إنه في مبادرة ليها لقى بقى بنفس فكرة التيران كان مقدمها زميلنا عضو مجلس الشيوخ ناقب محمود القط فكرة وجود شركة ناقل وطني شارتر اللي هو التيران منخفض التكلفة أو التيران الاقتصادي لأنه إحنا عارفين إنه النقل داخل مصر ما بين مثلا القاهرة والأسور القاهرة وأسوان القاهرة وبرج العرب سعر تسكرة التيران بيبقى عالي شوية بيخلي الناس بتبقى عندها مشكلة أن أتزوه أكتر من مدينة خلال الزيارة السياحية بتاعتها وبالتالي دي فكرة مطروحة إنه يبقى فيه ناقل قومي وطني بس يبقى تتعامل مع تيران اقتصادي وتيران شارتر يعني نبقى بنوسع في الاتجاه بالشجل ده نكتازب شريحة جديدة ببججة مختلفة داخليا وخارجيا على فكرة حتى السياحة الداخلية هتبقى بتستفيد من الفكرة دي أودي برضو اتقدمت في الحوار الوطني عن طريق لجنة السياحة هي لجنة السياحة كانت وقدها تمام كبير جدا جدا من تنسيقات شوية الحزاب والسياسيين اتقدم فيها ورقة كبيرة جدا زي ما قلت رحيك النائبة سواء سعيد وهي أمين سر التنسيقية يعني كانت هي اللي بتقود العمل جوه لجنة السياحة أو يعني منظومة السياحة اللي احنا عملنا أو ورقة العمل وهي اللي كانت موجودة بنفسها في اللجنة وطرحة الورقة على المقررين وعلى الحوار الوطني فالحقيقة يعني فيه مجهود كبير جدا معمول في ورقة السياحة أكيد كل التوفيق نتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى ان احنا ان شاء الله قريبا نقعد نشوف ايه اللي تم تدوله او ايه اللي تم الاتفاق عليه في أثناء جلسات الحوار الوطني وليسه فيه طبعا جلسات تانية للسياحة هتتم عملها علشان نبتدي نفلتر الأفكار اللي كانت موجودة فلسه يعني عندنا شغل كتير في الحوار الوطني كل شكر ليك حسام الجمع لعضب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نورتنا نعم صحيح